يقول رضيلة الشيخ، ففقكم الله، هل يصح ما يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عزم على شد الرحال إلى جبل الطور، فأنكر عليه أبو بصرة الغفاري بحديث لا تشد الرحال، فعدل عن ذلك رضي الله عنه نعم، هذا ورد أن أبا هريرة نذر أن يسافر إلى جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى، فلما بلغ أبا بصرة الغفاري ذلك، قال له لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فترك السفر